السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهار ده آخر يوم في العيد عايزين حاجة بقى ترطب علينا كده عصاير فروتسالات اي حاجة فالنهار ده هنعمل الفراولة متوفرة في السوق بكمية رهيبة جدا فهنعملها بدل عصير هنعملها زي فروتسالات كده وهنشرب شربات الفراولة الصاص بتاعها او العصير بتاعها هيطلع حلو جدا وسهل وبسيط مش هيخد مننا وقت بس طعمه حلو وهيشرفك في اي عزومة بجد حلو جدا كملوا معايا للنهاية الفيديو مش طويل فكملوا معايا للنهاية وان شاء الله هيعجبكم لو لسه ما صليتش على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يلا بين معايا الفراولة طبعا انغسلت لها مصفيها كويس جدا الفراولة هي بيكون فيها الامع بتاعها فاحنا مش محتاجين الامع دوت بسكينة كده هتشيل الامع بتاعه لو فيها اي حاجة برضو شكلها مش عاجبك شليها الفراولة روحها يعني قصيرة فحاولي لو هتعملي اي حاجة بيها هتكوني شاريها في نفس اليوم بكتير اوي تكوني شاريها قبلها بيوم بس حاولي يعني يكون في نفس اليوم عشان تلاقي اللون بتاعها حلو ما تبص منك بعد ما قطعت الامع بتاعتها الامع بتاعها اللي هو من فوق هبتدي بها ان انا قطعها انصف اربع انا عايزها تكون قطعة كبيرة مش عايزها تكون حتة صغيرة كده قطعة صغيرة لا انا عايزها تبان معايا في الكوبية فهبتدي ان انا قطع كل الكمية بتاعتي انتي جايبة كيلو بقى تين كيلو براحتك الكمية براحتك هيطلع معاكي احلى عصير بالفيتراك او الشربات فيتراك يعتبر اللي احنا هنعمله عليه في الوقت ده قبل ما قطع هكون مسخنة مية على النار الحالة دي هيكون فيها لتر ونص مية اول ما تسخن هنشوفها نعمل فيها ايه وده شكل فراولة بعد ما قطعتها في اللي قطعته انصف في الشرايح في الاربع على حسب بقى كل واحدة وعلى حسب اللي طلعت في ايدي معيها المية ساخنة دلوقتي غالت على النار ده شكلها انا حطيت في الحالة دي حوالي لتر ونص مية هحط عليها بقى المحلول السكري اللي هو هو ده شربات فيتراك اللي هنعمله على الفراولة نزلت عليها بكوبايتين سكر على المية المغلية ديت كوبايتين سكر شايفين المية بتطلع البخار بتاعها متقلقش خالص هيروح بالدوابان دويبي بقى انتي بالويسك كده او بقى اي معلقة عندك السكر اللي تحط بحيث ان كله يدوب وكده كده المية سخنة فهتدوب بسرعة هنزل عليها بالفراولة ما تقلقش خالص المية بردت ما تقلقش مش هتسوي الفراولة يعني ولا يتغير لونها زي ما انتو شايفين لونها ما تغيرش ولا اي حاجة ومن كتر التقليب المية قلت يعني بقت دافية معي ما بقتش سخنة السخونة اللي هي تسوي الفراولة هو ده العصير بتاعنا وهو ده الفروت سلط اللي انا عاملاه بالفراولة حبت ان انتي تتقلي اللون بتاع الشربات دوت بلون جل كده لون احمر براحتك المهم بقى انا كده خلصت طب هوا دي فين هتدخلي التلاجة كل ما بيقعد في التلاجة اكتر كل ما هيحلوه اكتر واكتر تعالوا بقى كده ايه انا ستوا يوم بليلة يعني حطيتوا من بالليل وتاني يوم طلعتوا عشان اقدموا بصوا بقى اللون عمل ازاي طبعا زي ما قلتلك اختياري لو انتي اللون فاتح معاك او مش عايزة طبيعي عايزة تزودي اللون بتاعوي بقى احمر قوي حطي لون جل هيبقى جميل جدا بدأت ان انا اغرف الفراولة بتاعتي عايزة اقول لكم سكرها مظبوط جدا وحلوة ما خدتش وقت معينا زودت كمان عليها حلقات الموز في كل كوباية كده نص موزاية لان هي بصراحة يعني هو انت يعني اشربي اشربي المحلول بتاعها او الفيتراك بتاعها حاجة كده تحفى جميلة عايزة تزودي بقى طفاح تزودي الفكهة اللي موجودة معاك براحتك بس انا حبيت ان هي تكون مكس ما بين الموز وما بين الفراولة في كمان لو عملتها من غير الموز هتبقى رائعة وحلوة جدا النهار ده الفيديو بتاعنا كان بسيط وسهل عملنا فيتراك او شربات فيتراك بتاع الفراولة حاجة بسيطة وخفيفة كده بمكونات موجودة كلها في البيت استغلينا الفراولة مش على طول نعملها يا ام مربى يا ام عصير نضربها في الخلاط فاستغلناها في الضيافة دي خلافة تشرفك في العزمات فعلا كل اللي هيشربها او هيكلها يعني سكرة مظبوط مش حلوة قوي ومش عادب قوي لأ متوسطة كده مظبوطة فعلا الفكهة طعمها جميل جدا اتمنى ان الفيديو يعجبكم كل سنة وانتم طيبين لنهار ده اخر يوم في العيد يارب كل ايامكم تكون سعيدة وتكونوا طيبين وبخير اشوفكم في وصفة جديدة او حلقة جديدة لو عجبكم الفيديو متنسونيش او ما تبخلوش عليا باللايك عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو ويقدر يتشاف لأكبر عدد اشوفكم في وصفة جديدة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته